السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان وبفيديو اليوم في عنا مجموعة أخبار متنوعة جمعتلكم إياها بفيديو واحد رح نتعرف عليها بعد الفاصل الخبر الأول بفيديو اليوم أن الحكومة الألمانية رح تضطر مرة تانية لإعادة لاجئ آخر تم ترحيله بشكل غير قانوني بعد حادث اللاجئ الأفغاني اللي تحدثت عنه في فيديو سابق واللي تم ترحيله قبل الاستماع لجلسة الطعن بقرار اللجوء وعلى فكرة اللاجئ الأفغاني صار حالياً بألمانيا لكن اللاجئ هالمرة هو الصيني عمره 23 سنة من أقلية الإيغور يلي هن الأقلية مسلمة في الصين وأحد أفرع الشعوب التركية يلي بتنحدر من المنطقة المعروفة اليوم بدولة منغوليا وهذا اللاجئ تم ترحيله إلى العاصمة الصينية بكين قبل البت بطلب اللجوء تبعه فبالتالي يعتبر هذا الترحيل مخالف للقانون الألماني والمشكلة الآن أنه ما حدا بيعرف مكان إقامته الحالية والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين البامف قرر مساعدة سلطات الأجانب في مدينة ميونيخ يلي هي البلدية التابعة لألة الشاب من أجل إعادته إلى ألمانيا مع العلم أنه تم ترحيله بنفس اليوم يلي كان مفروض يستمعوا لأقواله في المحكمة يعني تماماً يوم المحكمة الشفاهية والبعض عم بيقول طبعاً أنه هو دخل ألمانيا بجواز سفر نظامي ساري المفعول فبالتالي هو ما عنده أي مشاكل نهائياً وغير معرض للإضطهاد لكن الشاب برر طلب اللجوء تبعه بأن حياته بخطر وهو مهدد بالقتل بسبب وشاركته بأعمال مناوئة للحكومة الصينية الخبر الثاني أنكم لازم تنتبهوا من ازدياد أعداد الدبابير بألمانيا واللي منسميهم باللغة الألمانية فيسبن طبعاً فيه فرق بين الدبابير الفسبن وبين النحل البينن أنا عم بقصد الفسبن يلي بيزداد أعدادهم بشكل كبير وخاصة بفصل الصيف بألمانيا وتحديداً بشهر آب وشهر إيلول بتزداد أعدادهم كتير بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأيضاً بسبب الجفاف وقلة الغذاء بالخارج فبالتالي بتلاقيهم بلشوا يدخلوا لعندك على البيت أو على غرفتك وهذا شي ممكن يسبب كابوس لكتيرين بسبب الخوف من لسعة هاي الحشرة طبعاً هي حشرة مسالمة الفسبة حشرة مسالمة وما بتقرب عليك فحاول إنك تبعدها بإيدك بهدوء حتى ما تشعر بالتهديد وتلسعك لكن صوتها مزعج نوعاً ما وفي حال آخر كمان إنك فيك تجيب بخاخ مي صغير تبخ عليها بشكل لطيف بدون ما تبلل لأجنحتها مشان تقدر تطير فلما بتبخ عليها بهذا الشكل بتظن هي إنه بلش تتمطر فبتحمل حالة وبترجع لأع شاشة الطريف بالموضوع إنه من أسبوع تقريباً أو أكتر شوي وقت الموجة الحارة بألمانيا كنت قاعد بالمطبخ المساء وعملت فنجان قهوة بدي أشربه وكانت النوافذ مفتوحة وضو المطبخ شغال ففجأة دخل لعندي أكتر من 15 فسبة دفعة وحدة بشكل لا يصدق بصراحة فاجأت فمعدت أعرف شو بدي أساوي القبيلة كلها أجت تزوني العشيرة كلها أجت لعندي فطلعت هيك شفت المعركة خسرانة امتتبعت مبدأ الهريبة تلتين المرجلة فطلعت من المطبخ مباشرة وطفيت الضو وسكرت الباب وتم فنجان الأهوة وحيداً ومشربت منه ولا شفة وحدة الخبر التالت بفيديو اليوم أني قريباً رح يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية في ألمانيا بإضافة جنس تالت إلى سجلات الولادة الرسمية فبالإضافة إلى خانة الزكر وخانة الأنسى رح يتم إضافة خانة تالتة تحت مسمى مختلف ورح يتم تشريع قانون كامل بيتعلق بالجنس الثالث حتى نهاية العام 2018 رابع خبر بفيديو اليوم هو معارضة حزب البديل اليميني الـ AFD لاقتراح قدمه الحزب المسيحي الديمقراطي الـ CDU بزعامة ميكل بنص على فتح سوق العمل أمام اللاجئين المرفوضة طلبات لجوء لكن حزب البديل الـ AFD ما بده اللاجئين المرفوضين أن يشتغلوا أو يدخلوا سوق العمل حتى لو كانوا مندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني الخبر الخامس والأخير بفيديو اليوم أن كتير من نواب البرلمان الألماني عبروا عن استياءهم بسبب عدم معاقبة اللاجئ الأفغاني البالغ من العمر 30 عام يلي اغتصب طفلة بعمر الـ 14 سنة بمدينة هامبوغ بالإضافة لارتكابه لسلسلة أخرى من الجرائم وطالبوا سلطات الأجانب بالمدينة بتوضيح سبب عدم ترحيله بالرغم من أني طلب اللجوء تبعه مرفوض وشددوا أيضا على ضرورة معاقبة الجاني وبلا شك ترحيل هالنوعية من الناس مهم جدا للحفاظ على ألمانيا بلد آمن نقدر نعيش فيه بأمان وبسلام وما نخاف فيه على أولادنا هاي كانت كل أخبارنا لفيديو اليوم شو أكتر خبر أسار اهتمامكم شاركوا معي آراءكم بصندوق التعليقات أسفل الفيديو وإن شاء الله تبقوا دائما بخير وصحة وسلامة كان معكم إلهان بوزان من قناة سواني ألمانية مع إلهان لا تنسوا أن تدعموا القناة بالضغط على زر لايك وسبسكرايب اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر